تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال والإدجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتزوير المحرارات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين ونجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار تواصل جهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها القوية للعنصر الإجرامية المتورطة في جرائم غسل الأموال والإدجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية والفساد الوظيفي فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالإسكندرية لقيام عناصره بغسل 25 مليون جنيه حصيلت نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات وأراضي بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة وفي إطار التصدي لجرائم الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي بالسويس يتزعمه مالك شركة للدعاية والإعلان لتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية نظير قيام شركته ببث برامج وفيديوهات لبعض الأشخاص على الإنترنت وقيامه عقب ذلك باستبدالها بالعملة المحلية وتسليمها لأصحاب الفيديوهات مقابل عمولة مع استفادته من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون وبلغ حجم تعاملاته في هذا النشاط طبقا للفحص المستندي سلاسة وعشرين مليونا وستمائة وأربعين ألف بنيها كما نجحت الإدارة في ضبط سلاسة تشكيلات عصابية بأسيوت وسوهاج والمينيا لقيام عناصرها بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم داخل البلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون وبلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط طبقا للفحص المستندي خمسة عشر مليونا وستمائة وتسعة وخمسين ألف بنيها وعلى صعيد التصدي لجرائم الفساد الوظيفي تمكنت الإدارة من ضبط أمين عهدة بإحدى الجمعيات الاستهلاكية بسوهاج استغل موقعه الوظيفي واستولى على أكثر من واحد وثلاثين طن دقيق من عهدته وبيعها لحسابه الشخصي منما أضر بالمال العام مدرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط تشكيل عصابي لقيام عناصره بتزوير الأختام والمحرارات الرسمية المنصوب صدرها لجهات حكومية وبحوزات من المستندات المزورة والأختام المقلدة والأدوات المستخدمة في التزوير كما نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مدرية أمن الجيزة في ضبط تشكيل عصابي من شخصين لإدارتهم مطبع بدون ترخيص وتزوير محرارات ومستندات رسمية وتم ضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير ترجمة نانسي قنقر